أجري اجتماع لمجلس الوزراء في الشهر الرابع 2023 وربما كانت هذه سابقة للحكومة العراقية باعتبار أول رئيس وزراء عراقي وجه في مجلس وزراء أو في اجتماع باتخاذ هذا القرار هذا الاجتماع أنتج عن 18 بند أو فقرة تضمنت التوجيه لكافة الوزارات والهيئات بيبدأ كافة تقديم أنواع المساعدات إلى وزارة التخطيط من أجل إنجاح هذه العملية ومنح الكثير من الاستثناءات عن الأمور التي تم الاستثناء عن التعاقدات الحكومية وغيرها بدأنا هذه التجربة حقيقة التعداد ليس بالعملية السهلة نحن لا نسير مثل ما يقال بسهل المبتنى هناك الكثير من العقبات والصعوبات رافقت هذا الموضوع يعني منذ 2003 إلى هذا اليوم كانت هناك كثير من المحاولات للأسف لم يكتب لها النجاح لعدة أسباب منها عدم توفر تخصيصات المالية الكافية ومن ثم مجاحة كورونا كانت لدينا محاولة يعني محاولة بالألفين وتسعة الفين وعشر بدأنا بالعد الحقيقي يعني عملنا التجربة التي تسبق التعداد العام هي مرحلة مهم مرحلة الحصر والحزم وترقيم المباني ونفذنا العملية كاملة على مستوى العراق لكن للأسف بسبب القرارات السياسية نعرف أنه القرار السياسي والقرار السائد في البلد تم إيقاف العمل بالتعداد يعني كانت هناك خلافات يعني ما نريد أن نخوض بها خلافات حول القومية والمناطق المتنازع عليها وصدر قرار بإيقاف التعداد